اشتركوا في القناة الدنيا مقبلة عليك بكل خير في تغيير في حياتك للأفضل أي إن كانت الحالة اللي انت بتمر بيها سواء كنت عزباء أو كنت متزوجة أو كنت مطلقة أو كنت شاب أعصب أولى للرؤية ديت وهي رؤية الدعاء في المنام سواء شفت نفسك ان انت بتدعي وانت في الصلاة أو شفت نفسك في المنام ان انت بتدعي تحت المطر أو شفت نفسك ان انت بتدعي في الصلاة مع البكاء أو بتدعي وانت بتبكي من خشية الله كل ده بيبشر باستجابة الدعاء بيبشر بتحقيقه للأمنيات اللي انت بتتمنيها بيبشر بقرب الفرج لكي وتغيير في حياتك للأفضل بإذن الله رؤية الماء في المنام سواء كنت بتغتصل بالمية أو كنت بتشرب المية دي أو كنت بتحمل المية دي في وعاء أو فقناء كل ده بيبشر بالرزق وبالمال القريب بإذن الله وفيه تغيير في حياتك للأفضل بشرط ان المية دي تكون نظيفة ما تكونش ملوسة وتكون صفية كل ده بيبشر بقرب الفرج وفي تغيير في حياتك للأفضل ان شاء الله ارتداء الملابس الجديدة ارتداء الأحزية ارتداء اه اي انواع الملابس الجديدة كل ده بيبشر بإذن الله بتغيير في حياتك للأفضل بإن فيه دنيا مقبلة عليك بكل خير ان شاء الله رؤية السيارة في المنام بتبشر الرأي بيصير الأحوال ووصولك لأهدافك بشرط ان السيارة دي ما تكونش بتعطل بشرط ان هي يكون شكلها جميل كل ده بيبشر بإذن الله بتغيير في حياتك للأفضل ووصولك لأهدافك اين كانت الأهداف دي بالاضافة ايضا اه الى رؤية الكعبة في المنام سواء كنت ان انت اه شفت في المنام ان انت زاهب للكعبة او شفت ان نفسك ان انت ان انت بيتطوف حوالين الكعبة او شفت نفسك ان انت بتدعي ربنا عز وجل عند الكعبة كل ده بيبشر بتحقيق امنياتك بيبشر بنتها للحزن والمشاكل من حياتك بيبشر بقرب الفرج والرزق القريب بإذن الله لحالتك ايا كانت الحالة اللي انت بتمر بيها سواء كنت عزباء او متزوجة او مطلقة او كنت شاب عزب اتمنى حباه في الله ان انتو تبشرونا اسفل الفيديو بالاحلام اللي انتو شفتوها ما تنسوش تشاركوا في القناة واتفعالوا الجرس علشان قناتكم توصل لايكبر قدر منكم من الناس دمتم في راعة الله وامني وليلقاء في فيديو اخر السلام عليكم وامنا